حديث عن التنفس وشو اللي بيخليني سعيد ما فيه إلا بكل حلقة أتطرق لأكثر شيء اليوم عم نواجهه السوشال ميديا و السموم الإلكتروني صرنا نسميه بشكل غير مباشر العطلة الرقمية للتخلص من السموم الإلكتروني واو حلو رغم أنه صحياً نحن بحاجتها أحياناً نفسياً نحن بحاجتها أحياناً لأنه عقلنا دائماً بيرجعنا إلى نفس الدائرة والتعامل مع السوشال ميديا و الصفحات الإلكترونية صار هاجس وعادي صعب التخلص منها قدرش هذا بيفقدنا ساعدتنا بشي محل أو تركيزنا على أمور كثير ثانية فيه استهلاك وفيه مشاركي وبالمحلين فيه هذا التعب النفسي بالاستهلاك فيه اليوم مصطلح اللي اسمه فومو فيه روف ميسينج آوت زي لبطالك حاسس أنك خايف يصير إشي في العالم أو حواليك أو عند أصحابك أو في العائلة وانت تفق الصفح ما تعرفش إنه صار لأنه كل ما بتعمل هيك ريفرش للفيد بأي واحد من المواقع التواصل الاجتماعي فيه خبر جديد واللي بيشاركوا فيه مسؤولية عندهم يعني زي وكأنه وين اختفت؟ ليش ما خبرتش قبل ما تختفي؟ فأنا من تجربتي الشخصية طبعا كل شي حكيته من تجربتي الشخصية بداية كنت أجبر حالي أو أكون بمحلات فيش فيها تغطي أو أحط تلفوني على جنب وقبلش تدريجيا أخفف من الساعات اللي فيها استهلاك سوشيال ميديا مع الأخذ بعين الاعتبار إنه هذا شغلي جزء من مدخولي الاقتصادي بنهاية الشهر هو عن طريق صناعة محتوى على سوشيال ميديا بس بكثير من الأحيان أنا بحس إنه خلص معتش أغضر معتش أغضر أعطي في البيت معتش أغضر أعطي فيها المنصة وكثير من الأحيان هاي العطلي أو هاي الاستراحة اللي أنا صورت أحددها اليوم بوعي صورت أقول إنه أنا رح أخذ يومين يوم أسبوع برجع مع إبداع بعد أكثر المشكلة مش بس في قضية يعني هذا الانزعاج بيجي أحيانا كمان أو من كثرة الاستعمال أو من قلة الاستعمال يعني أحيانا بتحس حالك إنك خارج هالساحة فبتتضايق مش خادر جاري رغم إنك عندك موهب كثير كبيري وأحيانا بتشعر إنك كل الوقت مجبور تكون إن والشي عم ياخذك التوازن أكيد هو سيد الموقف في هاي الحالي ربيع بدي إنهي معك هذا الحوار قبل ما انتقل لفقرة السوشال ميديا بيزعجك إنك أنت خارج ساحات السوشال ميديا إنه أنا خارج أنا مدمن السوشال ميديا بس مدمن مراقبة يعني أنا ما بطلعش كتير يعني بطلع مرة بالأه هيك ما بشارك رغم إنه اليوم يعني أنت المستهلك بس أنا برضو بعترفش إنه أنا مستهلك سوشال ميديا لحد ما حدا يقول لي إنه خلص فلت التليفون أو لحد ما التلفوني فرجيك أكم ساعة هاي جديدي صارت في إنه بفرجيك قديش أنت أكم ساعة وأعدت فاتح الشاشة أنا يعني يعني أنا بعرف إنه أنا مدمن بس ما بعترف إنه أنا مدمن لحد ما حدا يعني يعني خلص إذا ما يفل وكمان شغلي أنا كمان فعال في التويتر كتير هاي الساحة بس اكتشفت إنه التويتر بعملي نوع من كان يعملي نوع من اكتئاب وأنا مش حاسس فتركت فترة الأخبار ثقيلة الأخبار ثقيلة السياسية يعني التويتر لو أنا رحك على تيك توك ربيع إن شاء الله نعم على تيك توك تيك توك بيفرفح لك قلبك تيك توك أهلا ما لك أه مع أنه أنا مش من النحل أضحك شوي يعني على هذا